من أجل الحديث على المبادئ العامة التي أقرها مجلس التعليم العالي يوم الثلاثاء القادم الماضي الموافق 8-29-20 والتي تشكل في مجموعها مبادئ توجيهية عامة لأسس القبول التفصيلية التي ستوضع فيما بعد بمعنى أننا نتحدث هنا عن مبادئ عامة وليس عن تفصيلات القبول للعام الدراسي القادم أقرر المجلس في حقيقة الأمر مجموعة مبادئ مهمة جدا وتتمشى مع ما نتطلع إليه من إصلاح العملية التعليمية التعلمية على المستوى الجامع كما هو معلوم أحد سبل الإصلاح هو تطوير مدخلات التعليم في المرحلة التي نتحدث عنها تطوير العمليات التعلمية التعليمية أثناء بقاء الطالب في المرحلة التعليمية وهنا نتحدث عن الجامعات تطوير المحتوى وأساليب التدريس بشكل أساسي وبالنهاية التخريج أو تكون مخرجات أفضل تتوائم مواصفاتها عند التخريج مع متطلبات سوق العمل ومع متطلبات التعلم المستمر الذي أصبح ضرورة فائقة جدا لتقدم الإنسان وتقدم المجتمعات المبدأ الأساسي الأول الذي أقريناه هو أن يكون القبول على أساس الكلية أو حق للتخصص بحيث تكون السنة الأولى مشتركة ولعلمكم وأنتم من الجيل الجديد هذا الأمر كان متبع في الجامعات الأردنية من عام 1962 إلى عام 1989 عندما أنا دخلت الجامعة وعندما دخل دكتور مأمول الجامعة قبلنا في كليات وفي بداية السنة الثانية تم تخصيصنا على الأقسام والتخصصات المختلفة توقف هذا الأمر في عام 1989 لأنه صار في هناك القبول الموحد زاد عدد الجامعات وبالتالي بدأت مرحلة جديدة في تاريخ التعليم العالي فنحن هنا إذن لا نبتدع شيئا جديدا وإنما نعود إلى ممارسة كانت سائدة وكانت جيدة جدا في ذلك الوقت ونتأمل أنها تستمر أيضا في جودتها في المراحل القادمة المبدأ الثاني الذي قريناه هو أن يتم التفريع أو التخصص في الأقسام الأكاديمية ابتداء من السنة الثانية بناء على ثلاثة معايير أساسية المعيار الأول والأهم هو رغبة الطالب والمعيار الثاني هو معدل التراكمي للطالب في السنة الأولى اللي نسميها Great Point Average وإمكانية إجراء مقابلة من قبل القسم إذا وجد القسم أن ذلك ضروريا ولمصلحة العملية التعلمية التعليمية هذان المبدآن كما هو معلوم ينسجمان انسجاما كاملا مع الهدف الاستراتيجي الأول للإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الذي ينص في هدفه الأول على ضمان أن تكون سياسات وفرص القبول عادلة ومنصفة للجميع وإن شاء الله نحن شغالين على مبادئ قبول تكون عادلة ومنصفة للجميع كما سأوضح بعد قليل المبدأ الثالث الذي قريناه هو أن يتم اعتماد المجموع الكل للعلامة في امتحان الثانوية العامة من 1400 بدل من مئة علامة بمعنى أنه لن تكون هناك علامة مئوية وإنما علامة مجموعها كلية مجموعها 1400 وهذا الأمر أقر في وزارة التربية والتعليم وستكون العلامة على شهادة امتحان الثانوية العامة السنة القادمة علامة من 1400 وليس علامة مئوية وهنا في بيناتنا وبين وزارة التربية والتعليم توافق كامل فيما يتعلق بهذا الأمر الآن المبدأ الأول والثاني أيضا يرتبطان بفكرة السنة التحضيرية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لتنمية موارد البشرية الاستراتيجية الوطنية تحدثت عن أن السنة الأولى يجب أن تكون تحضيرية واقترحت أن تكون البداية فالطب جرب هذا الأمر ولكن للأسف الشديد لم يقيم التقييم الكافي وتم إلغاء وكما قلت نحن مارسنا هذا العمل ما يقرب من 18-19 عام ونحن الآن في صدد أن نعود للسنة الأولى مشتركة بمعنى وكأنها تحضيرية لجميع الأقسام وجميع التخصصات في الجامعة الآن كيف نستخرج العلامة المبدأ الرابع الذي أقريناه كيف نستخرج العلامة التي نبني عليها العلامة الثانوية العامة أنتم تعلمون أن الآن العلامة الكلية في امتحان الثانوية العامة تبنى على العلامة على المباحث المشتركة وعلى المباحث التخصصية بنسب معينة فعلى سبيل المثال الطالب الذي يعمل تخصصات طبية تحسب علامته من مباحث الثقافة العامة المشتركة وبالإضافة لذلك مباحث الفيزياء والكيميا والعلوم الحياتية يختار هذه المباحث ثلاثة ولكن يحسب له أعلى علامتين في مباحثين من المباحث الثلاثة ولذلك إحنا الآن اقترحنا شيء قريب جدا من هذا الأمر بأنه العلامة الكلية اللي بيحصل عليها الطالب من ألف وأربعمية تاخد خمسين بالمئة من الوزن وعلامة المبحثين الضروريات للتخصص تبعه بيأخذوا العلامة الأولى خمسة وعشرين العلامة الثانية خمسة وعشرين مجموعهم خمسين وتطلع علامة من مئة هاي هي العلامة اللي بدنا نحسب عليها القبول للسنة القادمة وبالتالي اللي بدهم يعملوا تخصصات طبية في إلهم مثلا على سبيل المثال الكيميا والأحياء ضروري جدا اللي بدهم يعمل تخصصات هندسية الرياضيات والفيزياء مهم جدا وهكذا الآن الشيء الآخر اللي بدنا نحسب عليه علامة القبول النهائية بدنا نعمل اختبار قبول ونبدأ في السنة القادمة في تخصص واحد فقط اللي هو المقترح الأولي في التخصصات الهندسية أو في كليات الهندسة ومن ننقيم التجربة وعلى ضوء التقييم إذا كانت التجربة ناجحة وإن شاء الله بتكون ناجحة مننتقل إلى حقلين جداد أو ثلاثة جداد قد يكون الطب وقد يكون مثلا الإدارة وهكذا إذن الاختبار للقبول هذا الأمر ليس جديدا في تاريخ التعليم العالي في البشرية هناك ثلاث نماذج للقبول في جامعات العالم النموذج يعتمد على علامة الثانوية العامة أو إنهاء المرحلة الثانوية نموذج يعتمد على اختبارات القبول نموذج يعتمد على المقابلات ونموذج يعتمد على مزيج من هذه الأمور الثلاث فيما يتعلق باختبارات القبول هناك ما يزيد عن ستين دولة في العالم تعتمد اختبارات القبول وليس امتحانات الثانوية العامة وهذه الدول المتعددة في توجهاتها الفكرية والفلسفية والفلسفية منها دول غربية ومنها دول اشتراكية ومنها دول إسلامية على سبيل المثال من الدول الإسلامية التي تعتمد مبدأ القبول فقط مبدأ اختبار القبول فقط تركيا ماليزيا على سبيل المثال الصين على سبيل المثال تعتمد مبدأ اختبارات القبول أهم معهد تكنولوجي بالعالم اللي هو معهد الهند لتكنولوجيا باعتمد اختبارات القبول وهناك عدد كبير جدا من جامعات العالم المرموقة والمتقدمة تعتمد اختبارات القبول فقط وبالتالي ليس هذا الامر جديد على تاريخ البشرية في المجال التعليم الآن صار في عنا امتحان ثانوية عامة علامة صار في عنا قبول علامة كيف نحسب العلامة الكلية المقترح انه نعمل ستين بالمئة للثانوية العامة واربعين بالمئة لاختبار القبول تطلع علامة كلية اللي بناء عليها بصير القبول في الجامعة الآن النسبة هاي ستين اربعين يعني هو المقترح اللي اجا من مجلس التعليم العالي ولكن هاي النسبة مش منزلة ممكن نتيجة المشاورات واللقاءات المتعددة اللي نحن بدنا نعملها كمجلس التعليم عالي وكوزارة نقول لا يمكن يكون سبعين تلاتين او خمسة وستين خمسة وثلاتين وهذا يعني بتطور مع الوقت معانا نحن سنة كاملة اعتبارا من الان حتى نرسخ المبادئ الاساسية هذه اللي نحن عما نتكلم عنها الآن الطالب خلص السنة الاولى كيف يديروها السنة التانية قلنا احد مبادئ اللي اقرناها الرغبة الشخصية العلامة المعدل التراكمي تابعه بالسنة الاولى ومقابلة شخصية اذا القسم رأى ذلك ضرورية وستطبق هذه الاسس على جميع الطلبة الاردنيين بغض النظر عن نوع الشهادة التي يحملها سواء كانت شهادة محلية وطنية او شهادة عربية او شهادة دولية الكل بدو يجلس بدو ينطبق عليه نفس الاسس سواء درسة في الداخل او درسة في الخارج الآن الطلبة العرب والوافدين بدنا نعطي حالنا ونعطيهم مهلة من سنتين الى ثلاث سنوات حتى يتأقلموا مع هذا الوضع على فكرة السعودية والامارات بلشوا المزج بين علامة الثانوية العامة واختبار القبول السعودية والامارات كدول عربية الآن البعض يتساءل المبدأ اللي هو المزج بين الاحتبارات القبول والثانوية العامة ومبدأ استخراج العلامة الثانوية العامة النهائية اللي هو خمسين زائد خمسة عشرين زائد خمسة عشرين هذا في حقيقة الامر توافقت عليه اللجنة التربوية في مجلس التعليم العالي برئاسة رئيسها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة ووزارة التربية والتعليم يعني كان فيه هناك توافق بين هاي الجهات الثلاثية الثلاثة الرئيسية الآن لماذا لماذا نلجأ إلى أكثر من معيار أولا أنتو بتعرفوا ونحن نعرف والتربويين بالذات بعرفوا بشكل أساسي فيه هناك إشي اسمه رهاب الامتحان تيست أنكزايت وعندما يكون الامتحان هو الامتحان الوحيد الذي يقرر مصير الإنسان مدى الحياة رهاب الامتحان برتفع بشكل كبير جدا ومش بالضرورة أنه نتيجته في الامتحان أو نتيجتها في الامتحان تكون هي معبرة عن استعداداته وقدراته الحقيقية ميول الطالب واستعداداته ورغباته لا يعكسها امتحان ثانوية العامة بأي شكل من الإشكال ضعف الإرشاد والتوجيه التربوي والمهني في جميع مدارسنا ما بيساعد الطالب على أنه يعرف ميوله ورغباته وحاجاته الحقيقية في نهاية المرحلة الثانوية وبالتالي يقبل على الجامعة ولسه نسبة كبيرة جدا منهم ما بعرفوا ايش اللي بدهم يدرسوه لا من حيث التخصص ولا من حيث ميولهم ولا من حيث رغباتهم وما إلى ذلك وبالتالي ربط القبول والتقرير المصير بامتحان واحد ليس من العدل وليس من الإنصاف إعطاء الإنسان أكثر من فرصة حتى يعبر عن استعداداته وميوله ورغباته بالدرجة الأولى هو ما أثبتت التجارب التربوية في العالم بأنه أكثر نجاعة وأكثر عدالة على المدى البعيد لا بدي أقولكم ما الذي لا يعنيه المخترح الجديد ما الذي لا يعنيه طبعا أنا أقدر وأحترم جميع الآراء والأفكار التي طرحت في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائية وفي الوسائل المختلفة للإعلام أقدرها وأحترمها ولكن لا أتفق معها بالضرورة وسندخل في حوار معمق مع جميع الأطراف أصحاب المصلحة وهنا أتكلم عن الطلاب أولياء الأمور الأساتذة في وزار التربية والتعليم الجامعات القطاع الخاص المشغل ونبدأ حوار معمق وموسع حول هذا الأمر ولكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة ما يلي أولا اختبار القبول لن يكون باللغة الإنجليزية سيكون باللغة العربية لغتنا الأم التي نفتخر بها ثانيا ليس لهذا المقترح أي علاقة بإلغاء الثانوية العامة أو تهميش دور امتحان الثانوية العامة ليس لهذا المقترح أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالرسوم الجامعية كما أشاع البعض رابعا ليس لهذا الأمر أي علاقة بأي إملاءات خارجية من أي جهة كانت في العالم وإنما هي نتيجة فكر معمق لأردنيين وطنيين بهمهم مصلحة هذا البلد بدرجة الأولى خامسا ليس لهذا الأمر أي علاقة بخصخصة التعليم لا من قريب ولا من بعيد سادسا القبول الموحد سيبقى وبالتالي ليس لهذا المقترح أي علاقة بإلغاء القبول الموحد سيبقى القبول الموحد قائما لأنه تميز بالإنصاف والعدالة على مدى السنوات ليس سابعا وأخيرا ليس لهذا المقترح أي علاقة بالتخصيصات الموجودة حاليا المنح قصدي المكارم الملكية للقوات المسلحة لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم وغيرها ليس لها علاقة بهذا المقترح لا من قريبا ولا من بعيد ولن يتم مساسها على الإطلاق وبالتالي أرجو أن يكون واضح للجميع بأن هذه الأمور السبعة من الأشياء التي ليس لها علاقة بهذا المقترح الجديد وبالتالي أرجو أن يترسخ هذا في أذهان الجميع الأمر الأخير الذي أريد أن أشير له بأنه سيتم تشكيل لجنة أكاديمية من قامات علمية وطنية في مجال العلوم والآداب والفنون وخبراء في القياس والتقويم التربوي وسيبدأ العمل على وضع اختبار القبول وسيمر في المراحل المعروفة في تطوير الاختبارات وسنتأكد من صدق وثبات وموضوعية هذا الاختبار وسنطبق تجريبيا في مجال واحد كما ذكرت وأود أن أختم بالمبادئ التالية التي سنلجأ إليها في تطبيق هذا المقترح وأقول هذه المبادئ لأن هذا الأمر ليس تفكير لحظي خطر على بالنا بالليل وإحنا سهرانين وليس تفكير مزاجي لأشخاص وإنما هو نتيجة تفكير عميق دام سنوات أنا أقول لكم وأنا صادق فيما أقول قبل خمسة وثلاثين سنة في الجامعة الأردنية عندما كنت مدرسا فيها كنا نطرح فكرة امتحان القبول وللأسف الشديد لم ترى هذه الفكرة النور لغاية الآن وقبل حوالي عشر سنوات أيضا درس هذا الأمر في مجلس التعليم العالي واتخذت فيه قرارات إلا أنه ارتوئي بأنه ليس الوقت المناسب لتطبيق هذا الأمر أنا لا أرى أن هناك وقت مناسب أكثر من هذا الوقت لتطوير مجمل العملية التعلمية التعليمية على مستوى التعليم الجامعي بما فيها تطوير المدخلات ولذلك سنعتمد على المبادئ التالية أولا مبدأ التدرج ما رح نطبق هذا الأمر على كل التخصصات من البداية ثانيا مبدأ العدالة والمساواة بحيث أنه نضمن أنه اللي بدخل التخصص أوكي بدخله لأنه علاماته ممتازة استعداداته مناسبة قدراته التحصيلية مناسبة لهذا التخصص وبالتالي نضمن أنه هذا الإنسان رح يبدع ويتميز في دراسته وينجح في حياته المهنية لا شيء ينجح الإنسان في عالم المهن والأعمال إلا إذا درس تخصصا يحبه ويريده ويتناسب مع قدراته الشخصية من حيث الاستعدادات والاتجاهات والميول والرغبات المبدأ الثالث مبدأ التهيئة الشاملة بدنا نتحدث مع الجميع معنا سنة كاملة بدنا نتحدث مع الجميع نهيئ المجتمع للقبول بهذه الفكرة التي نعتقد جازمين بأنها فكرة إصلاحية مبدأ التوعية اللي هو المبدأ الرابع مبدأ التوعية بدنا نعمل حملة توعية مكثفة للطلاب بدنا نسمع آراءهم بدنا نسمع رغباتهم وما رح نتجاهلها بأي شكل من الأشكال والمبدأ الخامس هو مبدأ كسب التأييد من كافة الأطراف ذات العلاقة كافة الأطراف ذات المصلحة بما في ذلك الجامعات بالدرجة الأولى المستخدمين بالدرجة الثانية وكما ذكرت على رأسهم الطلاب أولياء الأمور وصناع القرار بالدرجة الأولى الآن بدي بس أشير إشارة عابرة لمبدأ المقابلة البعض يتخوف بأنه بدي يكون فيه هناك واسطة بدي يكون فيه هناك محسوبية أولا هذا الأمر تركناه اختياري للقسم إذا رأى ذلك ضروريا أقولكم أعطيكم مثل نسبة الفاقد التعليمي في كليات الطب بالأردن 17% بمعنى يرسب ويتسرب في السنوات الثلاث الأولى التحضيرية ما قبل الإكلينيكية في كليات الطب 17% هذا فاقد وطني كبير لما نتكلم عن المال أيضا بالإضافة لذلك من كل 111 17 يأما بيكتشفوا أنه هم غير مؤهلين لدراسة الطب أو مش هو هذا التخصص اللي بدهم إياه أو إنه ما عندهم القدرات العلمية والأكاديمية المطلوبة للنجاح في هذا التخصص وبالتالي يفشلون طبعا هناك نسب أيضا في الهندسة وفي التخصصات الأخرى بس أنا بجيب مثل الطب لأنه هذا مثل صارح وهذا يعتبر أحد أهم العوامل لماذا كليات طب تبعنا لا تأخذ الاعتمادية العالمية لأن نسبة الفاقد المعروفة عالميا بحدود 2.5% إحنا عنا 17% إذا أحكمنا عملية الدخول نستطيع أن نخفض نسبة الفاقد إلى 5% من أول سنة ونوصل للنسبة العالمية إن شاء الله فيما بعد ذلك سأتوقف هنا ترجمة نانسي قنقر